تتواصل بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجا بتازا حملة طبية جراحية لإزالة المياه البيضاء تنظمها المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بتازا بشراكة مع المركز الاستشفائي الإقليمي وتهدف هذه الحملة الطبية إلى تقريب الخدمات الصحية والعلاجية من الفئات الهشة بالإقليم ومن المرتقب أن يستفيد من خدمات هذه الحملة الطبية أزيد من خمسمائة مريض يوجدون في وضعيتها شاشة هذه المبادرة ستهم إن شاء الله مواطن ساكنة ديالتزا إن شاء الله ستقوم بما بين أربعمائة إلى خمسمائة عملية للجلالة التي تدوز إن شاء الله مدة أسبوع الذي هو الحالي الضعف الحالية هي ممتازة والمرضى التي استفدوا لكل الارتياح هذه الحملة تهدف إلى مكافحة الأمراض التي من المحتمل أن تسبب العمل من خلال الجراحة والاستشارات والتوية وتبادل الخبرات بين طاقم القافلة وهي تندرجه أيضا في إطار المساهمة في جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمكافحة مرض المياه البيضاء وهذه الحملة الطبية تمر في أحسن الظروف وتتم متابعة حالات المرضى المستفيدين عن قرب تشمل خدمات الحملة إجراء فحوصات طبية للمرضى المستفيدين قبل إخضاعهم للعملية الجراحية ومصاحبتهم قبل وبعد إجراء العملية ويتم أيضا الحرص على التتبع والمراقبة البعضية للمرضى وتمكينهم من الأدوية المجانية والنصائح الضرورية الحمد لله على هذه الجمعية اللي جاهز فرحانة بنا ومفرحيننا وناشطين معنا بالقلوب ديالهم ومدحين معنا ساهرين على الخدمات ديالهم كنحيوا هذه الناس والله يرحم الوالدين وهذا الطاقم دي السويتر بنوباجة مدينة تازا وهذه الجمعية هذه اللاكت الخيرة ويخلف عليها ولمرور هذه المبادرة الإنسانية في أحسن الظروف تم تعبئة طاقم طبي وتمريده متخصص يضم 9 أضباء للعيون و16 ممرضا وتقنيا تابعا للمؤسسة الدولية بصر و48 من أطر المركز الاستشفائي الإقليمي بتازا وأربع عام متطوع الهلال الأحمر المغربي بفرع تازا إلى جانب إداريين